توافق أمريكي أوروبي جديد بشأن الملف النووي الإيراني وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين والممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أعربا عن تأييدهما للجهود الدبلوماسية الرامية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي وأعرب الجانبان عن قدقهما إذا استمرار إيران في التخلي عن التزاماتها ضمن الاتفاق أعتقد أن الاتفاق النووي عمل دبلوماسي مهم جدا بينما تستمر إيران في الابتعاد عن التزامتها في الاتفاق وهو ما يشكل مصدر قلق نؤكد على دعمنا الكامل لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أرحب اليوم بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي على استعداد الولايات المتحدة الانخراط في العملية ووجود الأفق لعودتها للاتفاق أما وزير الخارجية الأمريكي فقال أن هناك توافقا مع الأوروبيين لمنع إيران من حيازة سلاح النووي لقد بحثنا العديد من القضايا الهامة التي تخص دولنا وشعوبنا وركزنا على قضايا الأمن والمستقبل المشترك ولقد تبحثنا حول العديد من الأمور المشتركة بما في ذلك قلقنا من الاعتداء الروسي وخصوصا ضد جيرانيا كذلك تحدثنا حول هدفنا المشترك نحو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وأيضا الحاجة الملحة للتصدي للتغيير المناخي ترجمة نانسي قنقر